برضا من صفات القلب السليم انه قلب وجل ايه؟ اه وجل ودي قد في القرآن بقى طبعا انما المؤمنون برضو المؤمنون اه اول صورة الانفال صورة مدنية انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم اضطربت كده واهتزت وخافت من ربنا بخاف ربنا سبحانه وتعالى ربنا بعلمنا في صورة الملك ان الذين يخشون ربهم بالغيب ما شفوش ربنا حد شف ربنا ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير خير كله يبقى القلب السليم قلب وجل اه بخاف ربنا لما يتقلوا اتق الله اللهم اجعلنا من المتقين مش نعم اتق الله دي انا متق الله احسن من الدنيا كلها ايه يا حج واحنش هتمناك لا سمح الله طمع مش حضرتك في ناس كده بتغضب قوي قوي لما تقولوا اتق الله في حين انه القرآن يقول في صورة البقرة عن المنافقين واذا قيل له اتق الله اه ايه اللي حصل بقى اخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد المؤمن صاحب القلب السليم لما بيتقلوا اتق الله يعظم الله عز وجل يخاف ربنا سبحانه وتعالى الكلمة بتقع عنده بيهتز اتق الله اللهم اجعلنا من المتقين ربنا هبلنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين امامه الكلمة دي تتقالت لعمر ابن الخطار كان امير المؤمنين وهو امير المؤمنين فماشي مع واحد صاحبه سيدنا عمر فمر عليهم رجل فالرجل اللي معدي ده بيقول له ايه اتق الله يا عمر اتق الله يا عمر فصاحب سيدنا عمر قال لرجل ايه ده انتهج كيف كيف تتكلم امير المؤمنين هكذا ازاي تكلم امير المؤمنين كده حد يقول امير المؤمنين اتق الله سيدنا عمر لانه يمتلك قلب السليم قلب يخاف ربنا سبحانه وتعالى فقال له دعه يقولها خليه يقولها خليه يقول لي اتق الله لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها شوفوا الناس اللي بتخاف ربنا يعني سيدنا عمر بن الخطاب يقول رحم الله امرأا اهدى الي عيوبي الله يسعده ويكرمه اللي يذكرني بالله طبعا هو ده اللي يمتلك القلب الوجه القلب اللي يخاف ربنا سبحانه وتعالى ولذلك لما سأله سيدنا الامام علي رضي الله عنه وكرم الله وجه عن معنى التقوى التقوى مش ربنا سبحانه وتعالى قال ان للمتقين مفزا وقال ان المتقين في جنة ونهر ربنا اجعلنا منهم وقال ان المتقين في جنة وعيون طب مين ايه التقوى دي يا سيدنا علي فقال التقوى هي الخوف من الجليل انك تخاف ربنا الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل كمان مرة التقوى هي الخوف من الجليل ان نستخاف ربنا والعمل بالتنزيل التنزيل ده القرآن اللي قالنا من عند ربنا وسنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل فمن خاف الله من خاف الله خافه كل شيء كل شيء يخاف منه كل شيء يعمل له حسن